الحقيقة تعبعيات كثير جداً للأحداث اللي حصلت خلال الساعات الأخيرة مسألة اغتيال الاحتلال للشيخ صالح العروري نائب رئيس حركة حماس وأيضاً التفجيرات في إيران والعديد من الأحداث المختلفة اللي حصلت اللي بتجعلنا نطرح سؤال عن مسألة هل هذه الأحداث الأخيرة قد توسع الحرب أكتر خاصةً على الجابهة اللبنانية وما هي تبعات هذا الأمر ويعني هذه الأحداث الجديدة إلى أين ستؤدي في الفترة القادمة خلينا نرحب بضلط الشيخ الدكتور عصام تليمي من علماء الأنظر الشريف أهلاً بك دكتور أهلاً بك في السلام والمشاهدين الكرام أهلاً بك دكتور الحقيقة يعني أحداث كثير ومتوترة ويعني الواحد يبدأ يسأل هذا السؤال هل ده ينبأ عن أن فيه جديد في توسع لهذه الحرب الفترة الجاية بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سن رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد في الحقيقة يعني بداية نتقدم بخالص العزاء لكل هؤلاء الشهداء وأسرهم وذويهم سواء الأسرة الضيقة الأسرة النسب أو الأسرة الممتدة وهي أسرة الأمة العربية والإسلامية الذين يؤمنون بحق هذا الشعب في تحرر أراضيه وتحرره وتحرير أراضيه فنتقدم بخالص العزاء إلى أسرة الشيخ صالح العروري ويعني إخوانه وإلى الذين استشهدوا من قبل والذين يستشهدون اليوم وكل يوم ولا نريد أن نخص شهيدا واحدا فقط فإن غازة منذ السبع من أكتوبر إلى الآن وقبل ذلك الشعب الفلسطيني يقدم الشهداء على يد هذا الاحتلال المجرم يوميا لا ينقطع يوم إلا والاعتداء على المقدسات وعلى البشر والحجر مستمر في عرض دائم ويومي هذا الاستمرار لا ينقطع هذه مسألة أوليا المسألة الثانية أعتقد أن هذا الاحتلال وجد أنه يفشل ولا يقدم أي نجاح حقيقي يقدمه إلى شعبه المحتل هؤلاء المستوطنين الصهينة لإقناعهم بجدوى ما يفعل فأراد أن يبحث في الخارج لعل أي اسم من هذه الأسماء الكبيرة وغيرها يعطي هذه البريقة من الأمل أو رافع المعنويات وإلا كل هذه القيادات يتوقع استشهاده في أي يوم ومن قبل استشهد قاد بحجم الشيخ صالح العروري وأكبر من حجمه وأقل يعني زكرونا نتكلم في الحجم الرمزية أما الحجم عند الله لا يعلم أن الله عز وجل وكلهم أهل فضل وخير أحياء وأمواتا نسأل الله عز وجل أن يرحم من توفي واستشهد وأن يعني يحفظ ويبارك في الجهود من هم أحياء يدافعون عن وطنهم وأرضهم ومقدساتنا من قبل استشهد الشيح أحمد ياسين ودكتور الرانتيسي وعياش وعد وتعرض للاغتيال رئيس الحركة السابق أبو الوليد الأستاذ خالد مشعل وعالجه من أرادوا قتله هم الصين نفسهم لما سمموه هم الذين أعطوه الترياق لأن الله عز وجل لم يرد هي في النهاية إرادة الله من الذي ينال شرف الاستشهاد وخست ونذالت من يقتل هذا الشهيد هذا سبب يقدم ويقدر أما من يقدر هذه الأسباب ويقدر الأحداث خالق الأحداث وخالق البشر الله سبحانه وتعالى فهذه نقطة أخرى مهمة والكل يعلم كل من يسير في هذا الطريق يعلم أنه لا ثالث لطريقه إما النصر وإما الشهادة يعني لا ثالثة لهم مسألة معروفة واضحة ربما من اتخذ طريقا آخر يتوقع طرقا غير هذه إنما بل حتى الذين لم يتخذوا الطريق كاملا إنما عاشوا كشعوب لم يهنأوا بالراحة قاتلوا هذا العدو حتى الشعوب العادية حتى الأناس العاديين رأينا من قبل المذابح ضد مصر في بحر البقر وفي غيرها كم ضد عز المدنيين حتى في غزة هل هؤلاء الأطفال الذين يقتلون أو الذين يختطفون كما اختطف الكيان الصيوني طفلة رضيعة منذ أيام هل هؤلاء قاتلوا أو حاربوا أو كرهوا أو أحبوا يفعلوا شيئا إنما هذا العدوان لا يبقي حجرا ولا بشرا لأنه عدو للحياة هذا الاحتلال عدو للحياة وعدو للبشرية لا يريد إلا أن يحيا هو أي حياة ولا يريد أن يكون هناك بشر إلا هم فهذه نقطة أخرى مسألة هل هذا الاغتيال يوسع الحرب يا الحرب أصلا طبيعي موسعة يعني من أراد أو من ظن أو حاسب أن هذه الحرب قاصرة على الكيان ضد الفلسطينيين فهو ساذق هذه حرب للكيان ووكلائه في المنطقة جميعا ضد المقاومة وكل من يؤيدها في المنطقة في العالم يعني ما معنى الحرب هل الحرب فقط مسيرة تطير وتضرب أو تفجير هنا أو تفجير هناك فقط لا يعني من ظن أن الحرب هذا الشكل هو من الذي أعطى هذا السلاح لهذا الكيان أليس الدول الغربية بلى طب ده ده مش توسع للحرب يعني يعني يا جماعة إحنا متصورين توسع الحرب يعني معناه ميدانيا بس لا هي لو لو على ذلك ما موسعة من أولها النهاردة لما تبقى حاطث في دول أوروبية أني لابد من الإقرار أن لا تكون مقاطعة لإسرائيل وليست هذه توسعة للحرب يعني الحرب بكل أدواتها النهاردة حينما تصادر أموالا لأناس لعلة أنك تقول إنهم يدعمون المقاومة أليست هذه توسعة للحرب بلى هذه الجيوش التي أرسلت طائرات ومقاتلات ومسيرات وليست في عداوة مباشرة مع الفلسطينيين ولا محتلل أراضيهم أليست هذه توسعة للحرب بلى الأنظمة التي في بلادنا التي هي صهينا أكثر من الصهينا ألم تتوسع بهم الحرب التضييق على دخول المساعدات والتضييق على الحدود والمعابر أليست هذه توسعة للحرب؟ توسعة للحرب فمسألة إننا نأخذ الأمور بالمعنى البسيط المباشر هذا ليس من الحكمة في تناول الأمور وليس من الدقة لا كما أن أيضا هذا التعاطف والتأييد للمقاومة ليس قاصرا على فلسطين ولذلك هذه كانت أكبر غلطة ارتكبها العرب من قبل حينما كان مطلوبا من أن يكون الفلسطيني هم الذين يقوّون لمواجهة العصابات الصهيونية أنذاق قبل 48 قيل للفلسطين لا أخروا يعني اركنوا على جم سيقاتل العرب بالنيابة عنكم وهزموا وكان الكيان الصيوني ضعيف لما أصبح كيان ودولة محتلة للأراضي الفلسطينية وكل هذا الزخم والتأييد الدولي تخلى العرب وقالوا قضية فلسطيني للفلسطينيين ما لنا ولفلسطين يعني بعد ايه بعد أن نغرق الناس في هذا الاحتلال وهذا الوبال والعدو الخصم لا يكتفي أن يكون حلفائه فقط من الغربيين لا بل وعرب صهينا عرب أكثر من الصهينا أنفسهم فإذن المسألة التوسع هي موجودة من البداية يعني أصلا بطبيعة هذا العدوان أو الاحتلال هو احتلال توسعي يعني هذا ما هو يرى دائما إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل ومن الأرز إلى النخيل من الفرات العراق إلى النيل في مصر من الأرز في جبل لبنان إلى النخيل أي فيه خيبر في المدينة ولما في مرة من المرات على الحدود وبيفتش الضابط الإسرائيلي أحد الناس اللي جاء من عمره من مكة وكان مر يعني على أراضي خيبر وقاب له تمر فبيفتشه فبيقول له خد كله إنه من خيبر يفكروا بالتاريخ يعني فالضابط بعدما فتح وياكل رفض قالوا ليه قال له لن أكله إلا في أرضه مش أكله إلا بلده يعني إذا أنا جماعة من يظن إن إحنا أمام كيان أخذ قطعة من الأرض واكتفى واقف لا هي من البداية يا جماعة الخير لا مسألة ولذلك منذ أيام وقالوا سنلاحق وأنا نفعل في خاطر وتركيا وردت تركيا على ذلك وألم يقل هذا الكلام تصرحات لمسؤولين إسرائيليين فإذا مسألة التوسع منذ القدم يعني شوفوا قادة المقاومة الفلسطينية من قديم صلاح خلاف يعني عدد من وفتح الشقاقي وغيرهم من هؤلاء القيادات أين قتلوا أين استشهدوا بر فلسطين فالمسألة ليست لها علاقة بينك تبقى جواه ولا بر لا الزواري الذي قتل في تونس لماذا لأنه يوظف جهده لخدمة المقاومة اللي هم نفسهم عندهم علماء ظرة عايشين في أمريكا كل سنة بيروح زيارة يعني يعطي أخر خبراته إلى الكيان لكن ممنوعا للأمة العربية الإسلامية أي نابغ في علم يعطي هذا العلم لمقاومة أو لحركة تحرر ضد قوات الاحتلال أو غيرهم الشهد أني لا التوسع موجود ماليا موجود اقتصاديا موجود عسكريا موجود حتى في هذا التخطيط وحده لك والله هو ممكن يوسعه أو يستمر ما الذي يمنعهم ما الذي يمنعهم يعني هل يغمع احتلال من يوم سبعة أكتوبر هذا الكم الهائل من الدمار ولم ينبس العالم الغربي المنافق بكلمة حق يمنع هؤلاء الناس والفيتو الأمريكي وهذا القتل أطفال عدد أطفال غير مسبوك هل سمعنا أو رأينا قرارا فعالا لمعنى هذا الأمر طب إلما لم يمنع قتل أطفال يا جماعة هل هيمنع مش معناه أننا متشائم لا معناه أنه لا ما حك جلدك مثل ظفرك من السذاب والغباء أن نتوقع من معاون الاحتلال لهم يكون لهم موقف لا دي ناس صنعوا هذا الكام في قلبنا يعني كخنجر في خاصرتنا دمل في جنبنا يفضل ينأرز علينا حياتنا هذا صنيعة هذا الغرب وما كان ممكن يروحوا إثيوبيا ولا يروحوا البرازين كما كانوا بيفكروا من قبل لكن وجود وطن قومي لليهود في فلسطين كان مقرر متعمد سحب الانتداب البريطاني ومكن الصهينة فقصة أننا نقول والله هل سيتوسع هل سيتوقف مسألة يعني القرار موجود عند العدو المهم ما قرار الأمة ما تدابير الأمة ما موقف الأمة من قيادات هذه المقامة والشرف والعز والكرامة الموقف موقف هذه الدول وهو انتهاك لسيادتها ما موقفها ماذا ستتخذ ماذا ستفعل هذا هو السؤال الأهم موقف الأمة من قبل